الاعلامي العراقي محمد خلف في تصريح صحفي لبرنامج المايستر قائلا في الاتحاد السابق حققنا المركز الرابع في كأس اسيا وخرجت علينا مظاهرات تقودها نجوم المنتخبات الوطنية لكن اليوم كاساس خرج من ثمن نهائي ولم نرى اي مناقشة والجميع داعم له مجرد الكلام على المدرب الجميع يسب ويشتم كاساس اصبح خطا احمر واشبه بالنبي اذا لم يتأهل المنتخب العراقي الى كأس العالم الفين وست وعشرين سيكون من المعيب ان يتحدثوا بكرة القدم بوجود الاتحاد وعليهم ان لا يظهروا وجوههم للناس لان عدم التأهل الى المنديال القادم رغم كثرة المقاعد في اسيا هذا احباط كبير في كرة القدم العراقية في السابق اربع منتخبات تتأهل واذا لم نتأهل فان الجماهير تلوم الاتحاد وتبدأ بالسب والشتم الكاساس بهذا الوضع صعب جدا التأهل لكأس العالم تحدثوا عني واشتموني فانا رجل متشائم انا لا اهتم للشتم لكن اقول لكم هذا الممرن كاساس لا يمكنه التأهل لكأس العالم الاعلامي القطري علي عيسى في تصريح صحفي ردا على الصحف الاردنية وموضوع الرشوة الحكم الايراني في مباراة الاردن والعراق بعض الجماهير والناشطين وكذلك الصحف الاردنية هم بالاصل رعاع ولا يمكنهم ان يتثقفون ولو بعد مئة عام من المعيب الصحف الاردنية ان تصف قطر بالرشوة للحكم الايراني ضد العراق ايعقل هذا نحن والشعب العراقي بلد واحد ونحن نفرح لفوز العراق ونجاح العراق كيف لنا ان نعمل هكذا من الشقيق العراق لحسن الحظ الجماهير العراقية مثقفة وتعي ما اقول لكن الجماهير الاردنية لا يمكنها فهم ما اقول الان الجماهير الاردنية والشعب الاردني من اسوأ الشعوب في اسيا هم قوم رعاع ولا يفهمون كرة القدم من الصعب ان اتكلم معهم بخصوصيات كرة القدم هم يفهمون في الهمجية والالفاض السوقية والكلام المعتور اللاعب العراقي علي الحمادي بعد عودته من كأس اسيا وانتقاله الى اكسويتش سلم بولن اليم من رابطة اللاعبين المحترفين جائزة افضل لاعب في الدوري الثاني لشهر ديسمبر حصل عليها عندما كان في وينبلدون وبسبب انشغاله بالمنتخب الوطني استلمها اليوم لاعب منتخب الفلبين مارانيون ذو الاصول الاسبانية في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا كاساس صديقي وملعب البصرة خيالي انا متحمس لزيارة العراق ستكون مباراة خاصة امام اصحاب الارض لانها ضد احد افضل الفرق في اسيا شاهدت صور ملعب البصرة وستكون الاجواء رائعة بحضور الجماهير من الرائع اللقاء مجددا مع اصدقاء السابقين كاساس وون بابلو وفاريلا اعرفهم لاننا نسكن في نفس المدينة قادش وسبق ان تدربت تحت يد كاساس قبل 17 عام مع الفريق الرديف لنادي قادش وهو يستحق النجاح لانه يعمل بصمت اشاهد تقريبا جميع مباريات المنتخب العراقي منذ تولي كاساس مهمة تدريب الفريق وساقول بصراحة ان الفريق جيد لكن ما حدث في كاساسيا هو خطأ تحكيمي لا يغتفر ولو اكمل العراق المباراة دون نقص عدد لفاز وربما حقق نتيجة افضل في البطولة موقع كالتشيو هلاس الايطالي نادي فيرون الايطالية يقدم عرض رسمي الى اللاعب العراقي منتظر الماجد احدى الصحف الاردنية نشرت منشورة كان مضمونه المشاحنات ابن الاردن وقطر وصلت الى فرنسا وتحديدا باريس سان جيرمان ادارة نادي باريس سان جيرمان فاتحت اللاعب الاردني موسى التعمري للحصول على خدماته بعد رحيل انبابي واللاعب اعطى الموافقة المبدئية للانضمام الى النادي الصيف القادم لكن فور سماع رئيس النادي القطري ناصر الخليفي رفض اللاعب الاردني موسى التعمري وطلب من ادرات النادي ان هذه الصفقة لا يمكن اتمامها وقال نحن نخطط للحصول على خدمات لاعب ليفربول المصري محمد صلح وبعدها نشرت الصحيفة الاردنية ناصر الخليفي القطري يرفض موسى التعمري الاردني من اللاعب في نادي باريس واختتمت الصحيفة موسى التعمري لاعب جيد ويستحق لكن مالك النادي قطري والمعنى في قلب الشاعر قطر لا تحب الخير لاي لاعب اردني ان يحترف في اوروبا هم يكونون ضده ولا يقفون معه وهذا ما يدل على الحقد في قلوبهم لانهم شعب لا يحبون ان تكون باقي البلدان افضل منهم يكرهون ذلك اما ما يخص الكلام الصادر من الاعلامي القطري علي عيس اصلا هو من الرعاع القطريين الذين يحبون العراق من اجل الشهرة قرر الاسباني في سوس كاساس مدرب المنتخب العراقي استدعاء لاعبين جديدين الى صفوف منتخب العراق في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس اسيا 2027 وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفتنامية في الجولة الثالثة من التصفيات في الواحد وعشرون من شهر مارس اذار المقبل على ملعب البصرة الدولي في سوس كاساس ابحث عن لاعبين جدد وقالت مصادر لموقع المستديرة الرياضية ان المدرب في سوس كاساس يواصل عملية البحث عن لاعبين جدد للمنتخب العراقي رغم امتلاكه قاعدة كبيرة من اللاعبين المحليين والمحترفين فان المدرب الاسباني يبحث عن اسماء جديدة لتغيير الدماء في فريقه لاسيما وهو مقبل على التأهل الى المرحلة الحاسمة من التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال واضافت المصادر ذاتها ان المدرب في سوس كاساس قرر استدعاء لاعب فريق سينجون الفنلندي ذي الاصول العراقية داريو نامو لتمثيل المنتخب العراقي في المباريات المقبلة بالتصفيات حيث اجرى كاساس اتصالا هاتفيا باللاعب وعائلته وابلغه بانه مهتم باستدعائه الى صفوف المنتخب العراقي في قادم المنافسات واوضحت ان نامو رغم تمثله منتخبات الفئات العمرية في فنلمدا وافرها تحت واحد وعشرين عاما فانه يحلم بارتداء قميص المنتخب العراقي وطنه الام وهو اخبر اقرب زملائه في الفريق بهذا الامر لافتة الى ان الاتحاد العراقي بدأ فعليا باجراءات اصدار الاوراق العراقية الرسمية لللاعب تمهيدا لاستدعائه الى المنتخب العراقي يذكر ان اللاعب داريو نامو الذي يبلغ من العمر ثماني عشر عاما سبق له ان لعب ثلاث وعشرين مباراة مع منتخبات الفئات العمرية في فنلندا واشارت المصادر الى ان خيسوس كاساس وبعد متابعته الكديرة لدوري نجوم العراق اعجب كثيرا باداء ظهير الزوراء سجاد محمد الذي يبلغ من العمر تسع عشر عاما فقط اذ يرغب كاساس في منحه فرصة حقيقية مع المنتخب العراقي ليكافئ اللاعب على مجهوداته في البطولة المحلية واكملت كاساس يفكر في تعزيز مركز خط الدفاع الايمن رغم وجود حسين علي ومصطفى سعدون والان محي الدين الا ان سجاد من الممكن ان يحجز مكانه مع كاساس خاصة ان بان كانه لعب الادوار الهجومية ايضا وهذا هو النوع الذي يبحث عنه كاساس في هذا المركز كما يبلغ اللاعب سجاد محمد شرطة الذي يرغب خيسوس كاساس في ضمه من العمر تسع عشر عاما فقط وشارك في اغلب مباريات الزوراء في دوري نجوم العراق وكأس الاتحاد الاسيوي وهو احد الاعمدة الاساسية في تشكيلة المدرب المصري حسام البدري اشتركوا في القناة